عملية واسعة وفاصلة في صعدة انتصر فيها الجيش الوطني وصل قوات الشرعية إلى مثلث الملاحظ الاستراتيجي يعد نقلة نوعية بعد قطع مدادات الميليشيات الحوثية في عدة مدريات بمحافظتي صعدة وحجة وتأتي هذه التقدمات بعد تحرير مدرية الظاهر بالكامل واحدة من المعاقل الرئيسية للميليشيات وهم يسهلوا وصول الجيش الوطني نحن مدرية حيدان ليحكم الخناق على الميليشيات وفي محافظة حجة غرب صعدة حرر الجيش الوطني منطقة تايبن مروان والحضن بغية الوصول إلى مدينة حرب فيما المعارك مستمر في محافظة الضالع وسط اليمن حيث استهدفت قوات الجيش تجمعت الميليشيات جنوب مدينة دمت محققة تقدم إلى جبل معرش شهدت الأعمال العسكرية ارتفاع وطيرتها وفي عدد من القبهات أهم هذه القبهات كان في صعدة في قبهة كتاف والبوقع تم تحرير مركز مديرية الظاهر والاقتراب أكثر من مديرية حيدان وعجلة مران هناك أيضا تقدمات للقوات في مديرية دمت بمحافظة الضالع في ريف تعز اندلعت اشتباكات عنيفة في مديرية مقبنة غربا أثر هجوم مشنه الجيش الوطني حيث حرر جبل رحنق والعودين ومنطقة القشعة وأربع مناطق مجاورة مخلفا خسائر في صفوف وعتاد الميليشيات الحوثية والعديد من الأسرى والغنائم هذه العمليات التي تنفذها قوات الشرعية في مقبنة تقرب الجيش من قطع مدادات الميليشيات بين تعز والحديدة قبهات تعز مشتعلة وخصوصا القبهة الغربية طراف قبل حبشي وطراف مديرية مقبنة قوات الجيش تخوض معارك شريسة منذ الصباح الباكر استطاعت خلالها التقدم إلى عدد من المواقع والتلال المهمة أهم هذه التلال تلال الشاهد وتلة العويد والعيدين وتلال أخرى في قبهة مقبنة وفي الحديدة لم تتوقف الميليشيات من قصفها الأحياء السكنية كما قامت بنهب العشرات من مولدات كهرباء الحديدة ومعداتها ونقلتها إلى العاصمة صنعة بعد الانهيارات المتتالية للميليشيا في القطاع الساحلي مناطق عديدة وصل إليها الجيش الوطني في مقبنة تعز في وقتين يحققوا فيه انتصارات مهمة في دمت الضالع والملاحظ صعدة وغيرها من الجبهات بلال الصبر الإخبارية تعز ترجمة نانسي قنقر